قام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي بزيارة جناح شركة جنرال لديناميكس الأمريكية ذلك على هامش معرض الدفاع العالمي بالسعودية وأشر الوزير إلى وجود تعاون مثمر بين الوزارة والشركة على مدار العقود الماضية في مجال الإنتاج المشترك للدبابات M1A1 مضيفا أنه خلال تفقد جناح الشركة بالمعرض تمت مناقشة الموضوعات الخاصة بالشراكة المستقبلية كما استعرض الوزير أبرز الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربية